الخبر الأول اللي عدنا عن أنس الشايب وآخيرا عودته إلى السوشال ميديا واليوتيوب والإنستان فهيتنزل على حسابها بالإنستجرام ستوريات يعني انبيها عن العودة مالتا وبنفس الوقت سوى فقرات أسئلة ولكن من أبرز الأسئلة كانت هو ليس شينت حاطت صورة حداد وليهو كان سبب وفاة عمه فأله يرحمه ومبروك العودة يا أنس طبعا أنس بسرجع على حساب الإنستجرام في تح بث مباشر طبعا هذا البث حتى بي عن القطعة وكل شيء يعني وفاة عمه فإذا حابين تشوفوه سيكون جواب لو صوف بالقناة الخبر الثاني اللي عدنا عن أنس وأصالة وعن المقطعين مالتهم مع الأغنية أصالة وعن حفلة الجنين والمنافسة اللي ما بينهم من حيث المشاهدات بحيث المقطعين اقتربوا كلش من 25 مليون مشاهدة وواضح أن واحد رح يتعدى الثاني طبعا الله يزيدهم وكتبونا يا حبايا بلكومنتاج شنو المقطع شفوا الأفضل أدري هم أثنتم مختلفين ولكن شنو برأيكم المقطع اللي ما بينهم يستحق الدعم أكثر الخبر الثالث اللي عدنا عن فايز كنفش وأخيرا الخاطفة فيسان قررت أنه ترجع أخته الفايز كنفش بحيث فايز كنفش نزل على حسابة بالإنستجرام ستوريات يعلن به العودة والانتصار على الأعداء شوفوا حبايا الحمدلله على السلامة رجعت الماليك يا حبيبتي شلونك؟ الحمدلله سأقولك شي؟ لا يا جماعة الشرطة دقتلي وقعتلي تعال استلمها صارت عنها الحمدلله رب العالمين استلمناها من إيد خطافين ولواضل صغار إيد الأعداء والحمدلله رب العالمين هلأ كله تمام ورح ينزل الفيديو على يوتيوب ورح تعرفوا كيف القصة وكيف جبتها وكيف يبدأوا لي بس والله يا حبايا بلتنا في صنعات المقطعات من المقطع إعجابكم لا تشتركوا بالقناة وليما شاهدوا في المقطع القادم السابق قفوا نروح يروح